الشريف الرضي وتوفي سنة 1015 يعني حوالي 1000 سنة قبل كان هذا شاعر كبير وعالم من علماء الشيعة في القرن الرابع من علماء الشيعة الاثنى عشرية طبعا واشتهر بكتابه الذي جمعه نهج البلاغة جامع نهج البلاغة وقد خدم بهذا الكتاب الأمة الإسلامية حقيقة لأنه حفظ تراث الإمام علي بن إبي طالب الذي كان متناثرا بين الكتب وربما الكتب كانت تضيع ويضيع هذا التراث وربما ضاع أيضا قسم كبير من هذا التراث لم يستطع الشريف الرضي جمع ذلك التراث كله وجاء آخرون وجمعوا أيضا مستدرك نهج البلاغة مثلا الخطب والأحاديث التي لم ترد في كتاب نهج البلاغة ونهج البلاغة حقيقة يعطي شخصية يعني عن الإمام علي صورة يرسم صورة عن الإمام علي وحركته السياسية وأقواله وفكره بما يخدم الإسلام والمسلمين أنه تلميذ النبي محمد علي بن بي طالب هكذا كان يفكر وهكذا كان يحكم وهكذا كان يتعامل مع الناس فيعطينا صورة ناصعة وجيدة ورائعة عن التجربة الإسلامية الشريف الرضي رضوان الله عليه هو من مؤسسي المذهب الاثنى عشري المذهب الإمامي ولد في القرن الثاني الهجري في زمن الإمام الباكر والصادق ونسبت أحاديث إلى هذين الإمامين في تأسيس هذا المذهب المذهب الإمامي يعني التشيع الديني بعد أن كانت تشيع سياسيا ولم يكن يحمل طابعا دينيا أو عقائديا فأصبح في القرن الثاني تشيعا فريقا من الشيعة طبعا الحركة العامة الشيعية كانت زيدية زيدية يعني ما كان يؤمنون بنظرية الإمامة الإلهية بالنص والتعيين والأصمة وما إلى ذلك وحصر الإمامة في هذا البطن أو في هذه السلالة السلالة العلوية الحسينية ثم كما تعرفون أيضا تفرقت الحركة الإمامية إلى عدة حركات وعلى رأسها الإسماعيلية والواقفية أبو الحسن محمد بن الحسين يعني شريف الرضي كان من سلالة موسوية يعني ست أظهر بينه وبين الإمام موسى بن جعفر يعني حوالي تقريبا قرنين من الزمان هو جاء بعد الإمام موسى بن جعفر حوالي قرنين وكما يقول في مقدمة كتابه خصائص الإمامة أنه كان معروف أو هذه السلالة هذه العائلة كانت معروفة بأنها تنتمي الحركة الواقفية أو الاعتزالية يعني الزيدية فعندما رأاه أحد وهو يزور مقابر قريش الإمام الجواد وكذا استغرب منه وقال له عجب أنت جاء هنا فهو رد قال له أنه أمتي وسادتي ولد فيه منتصف القرن الرابع الهجري كما قلنا لكم سنة 359 هجرية وكان ديك الأيام فيه صراع صراع سياسي كبير بين الدولة الفاطمية الناشئة الدولة الفاطمية في مصر اللي هم إسماعيليين وإماميين وبين الدولة العباسية كانوا يقولون بأن الحق بالإمامة لأبناء علي وليس لأبناء العباس وأيضا كان هناك الشيعة البوهيون الحكام البوهيون يخيمون ويهيمنون على الدولة العباسية على الخلفاء العباسيين هم الحكم كان بإيدهم تقريبا وهؤلاء أيضا كانوا يميلون إلى التشيوع الزيدي ثم التشيوع الإمامي الاثنى عشر كانوا متذبدبين في أواسط القرن الرابع الهجري نشأت نظرية الاثنى عشرية الاثنى عشرية عندما قال الشيعة بوجود إمام ثاني عشر غائب هو ولد الإمام الحسن عسكري وهو الإمام المهدي المنتظر فالشيعة أغلقوا قائمة الاثنى باثنى عشر واحد وألفوا قائمة معينة وهذا الثاني عشر وهؤلاء الاثنى وحذفوا بعض الاثنى الآخرين اللي ما أجبوهم من هنا وهناك الخلافة العباسية كانت ضعيفة جدا وسنة 381 الحاكم البواهي خلع الخليفة الطائع بعد المطيع ونصب الخليفة القادر بالله العباسي القادر بالله العباسي كان منصب من قبل البواهيين ولن يكن يملك قوة يعني كبيرة إلا قوة قوة معنوية قوة الخلافة أو شرعية الخلافة اللي كانت موجودة عند رأي العام خاصة السنة يعني وهناك كان صراع بين الشيعة والسنة هو ليس صراعا طائفيا إنما صراعا سياسيا بين حزبين حزب يوالي الخليفة الحاكم والنظام الحاكم العباسي وحزب آخر يريد أن يسلب السلطة منه فإذا كان صراع سياسي وليس صراعا طائفيا مثل ما الآن صراع طائفي ميت لا الشيعة يعرف ماذا يعني تشيئ وله السنة يعرف ماذا يعني تسنن مجرد متوارثين عن آباؤهم وأجدادهم هذه الخلافات ديك الأيام في القادر الرابع الخلاف بين الشيعة والسنة كان خلاف حيوي كان خلاف في معنى سياسي طبعا الحركة الرئيسية المعارضة للعباسيين هم الحركة الفاطمية الدولة الفاطمية اللي ولدت في تونس وامتدت إلى شمال أفريقيا إلى القاهرة وامتدت إلى الحجاز وإلى الشام وبدأت تمد خيوطها وظلالها إلى العراق حتى والخلافاء العباسيين خافوا فلذلك هناك احتمال كبير أن الخلافاء العباسيين والقادر بالله هو كان وراء تأليف وتكوين الفرقة الاثنى عشرية حتى يقول الفاطميين أن أنتم معدكم شرعية الشرعية عند هؤلاء موجودة على الأكل وهذه الاثنى عشرية كانوا في كنف الخلاف العباسية وكانوا متعاونين معهم وكانوا متألفين ولم يكونوا في حالة عداء في حالة تعاون وبحثنا ذلك في حلقات سابقة بالتفصيل وبحث ذلك في كتابي لماذا تفرق المسلمون الحقيقة والوهم في الخلافاء الطائفي الآن أريد أن أتحدث عن دور الشريف الرضي طبعا الشريف الرضي وأستاذه المفيد الشيخ المفيد يسمى الشيخ الطائفة والشيخ الطوسي وأخو الشريف الرضي الشريف المرتضى هؤلاء هم الذين تقريبا أسسوا المذهب الاثنى عشرية وكان الزبزب يعني قبلهم كان الحديث الزبزب عند الشيخ الصدوق محمد بن علي الصدوق ابن بابويه الصدوق لم يكن يؤمن بالاثنى عشرية تماما وبقوة كان يقول الآن نؤمن بالثانية عشر وسوف يظهر هذا الثانية عشر ثم تستمر الإمامة في ذريته ما كانت الإمامة محصورة ومحجوزة بـ 12 واحد فقط لأنها كانت نظرية سياسية مقابلة للشورى ممتدة إلى يوم القيامة الشورى باطلة إذن فالإمام يعينه الله وفي هذه السلعة لهكذا ملخص نظرية الإمامة الشريف الرضي وهو شاب عندما يعني تعين الخليفة القادر بالله العباسي نصب هو كان أمره يعني بالعشرينات بالعشرينات وآباءه وأجداده أمه وبعض أجداده من أمه كانوا حكام في طبرستان أيضا فكان أيضا هو طامح للخلافة ويشعر بالفخر ويشعر بالامتياز ويشعر بالمجد أنه من أنت يا خليفة عباسي أنا مثلك يعني ما في شي فلنشوف هذا في بعض أشعاره عندما يقول ويتفاخر بنسبه وبتاريخ أبائه وأجداده يقول ما عذر من ضربت به أعراقه حتى بلغنا إلى النبي محمدي أن لا يمد إلى المكارم باعه مدئيدي عن المكارم وينال منقطع العلا والسؤددي ليش لا أنا مواحد من دولة مثل خليفة العباسي شوني يفرقني عن خليفة العباسي ويخاطب القادر بالله العباسي قائلا أطفا أمير المؤمنين فإننا عن دوحة العلياء لا نتفرق أحنا نفس شجرة وحدة ما بيننا يوم الفخار تفاوت أبدا كلانا في المعالي معرق إلا الخلافة شرفتك فإنني أنا عاطل منها وأنت مطوق فقط أنت صار خليفة وأنا بعد ما صار خليفة فهذا يكشف أنه هو كان طامح للخلافة ويشعر نفسه أنه يعني مستحق للخلافة لماذا العباسيين يستحقونها وعند أبناء عمة في القاهرة هما خلفاء ويموت إلى الشجرة الحاكمة يعني الآن كيف كان هناك صراحة طبعا داخلي مع الخلافة العباسية العلويون والشيعة عموما كان يقولون الخلافاء العباسيين سرقوا الخلافة مننا وهم أبناء العباس أبناء العم والخلافة كانت لعليبناء أبي طالب ولي أبنائه فإحنا لازم نأخذ الخلافة فمن هنا كان التنافس أقوى مع العباسيين يعني يحاولون يجرون البساط من تحت أقدام العباسيين ويهدموا عرشهم ويبنوا عرشا علويا على أنقاض العرش العباسي فهنا وربما بوحي البواهيين أيضا وبأمر البواهيين أسس السيد الشريف المرتضى مدرسة اسمها دار الألم في مغداد وجمع طلاب وصاروا ينظروا وصاروا يبثوا يعني ثقافة ثقافة تاريخية أو ثقافة مثلا مذهبية ولكنها تنطوي على ثقافة سياسية أو بعد سياسي فحاول السيد المرتضى أن يبين شرعية الإمام علي حتى يستمد شرعية من أده فكتب كتاب وألقاه على طلابه في دار الألم مدرسة مدرسة دار الألم اسم الكتاب خصائص الأئمة الاثنين عشر يعني ولكنه ما استطاع يكمل الكتاب أول ما بلش بالكتاب بخصائص الإمام علي بن أبي طالب بدأ يجمع القصص والأحاديث والروايات وما كتب عن الإمام علي واستغرق الحديث هذا وجر إلى تأليف كتاب نهجة بلاغة يعني جمع نهجة بلاغة ثم لم يستطع أن يكمل بقية الكتاب فهو بالحقيقة اسمه خصائص الأئمة ولكنه في الواقع خصائص الإمام علي فقط ما كمل الكتاب كله يعني وهذا الكتاب نشره بمناسبة الألفية على وفاة الشريف الرضي في مشهد في إيران مجمع البحوث الإسلامية في مشهد نشر هذا الكتاب سنة 1406 هجرية يعني بعد ألف سنة على وفاته وحقق هذا الكتاب محمد هادي الدكتور الشيخ محمد هادي الأميني حقق هذا الكتاب ولكن طبعا لم ينتقده لم يناقشه لم يبحث فيه بجرد أن هذا الكتاب مثلا صحيح يعني ينسب إلى الشريف المرتضى أو لا كتاب منسوب إليه مثلا مو موثق الكتاب طبعا فيه ربما واحد يعني يبحث فيه هذا الموضوع وهذا مجال للبحث ولكن احنا نحاول نقرأ هذا الكتاب ونشوف شنو ماذا يوجد في هذا الكتاب وكيف قدم الشريف الرضي الإمام علي للناس هذا شيء مهم أنا عندما قرأتي الكتاب يعني شفت محاولة سميتها محاولة أخبارية مغالية من الأشياء اللي كان موجودة ديك الأيام هو كتب هذا الكتاب وهو رغم ألمه ورغم أدبه ورغم ما محقق القصص وما يجيب السند أيضا مثل نجيب بلاغة كما تلاحظون ما في سند يعني الثغرة الكبيرة اللي موجودة فيه نجيب بلاغة أنه سند ما مذكور في القرن الرابع يجمع هذا الكتاب ولا يرواح رواية يعني بالسند إلى الإمام علي فلذلك يمكن واحد يشك أنه أشياء مضافة منقوص من أدها محذوفة زايدة صحيحة مصحيحة في كلام حول نجيب العغة آآ آآ